طبعاً بيبقى كمان حريص سيد الرئيس مش بس فقط التفقد في الجولة أو إن الناس تشوف المشروع أو تشوف توجه الحكومة لكن بيبقى حريص كمان عرض كل التفاصيل وبيبقى هنا يعني أنا بشعر إنه رئيس أحياناً يلعب طبعاً دور الرئيس وهو قائد هذه الدولة ويلعب دور المواطن فيسأل أسئلة يا ترى إيه اللي حيفيد والمواطن حيستفيد إيه وإيه اللي هيحصل والدولة هتعمل إيه والمنتج رايح فين ودي أسئلة أعتقد بتبقى مهمة لأنه كمان المواطن بيبقى حايز يعرف الأسئلة دي فلما بيلاقي الإجابة أعتقد بيبقى الموضوع كامل متكامل دعا كمان سيد الرئيس اليوم الحكومة الإيطالية إلى دراسة الإسراع بتنفيذ باقي المراحل من مشروع مجمع مصنع الكوارتس وطبعاً المصنع موجود بالعين السخنة وطبعاً ده وفق ما جاء من دراسات جدوى الخاصة بالمشروع وشفنا أيضاً يمكن يعني من الجانب الإيطالي اللي تكلم كمان وكان سعيد أنا سعيدة جداً بهذه الجملة وقال إن هم سعداء في إيطاليا بأن مصر تعمل وتريد أن تعمل وتقدم أشياء جديدة وتتحرك في ظل الركود الاقتصادي أو الاقتصاد يعني مشاكل اللي حصلة في الركود الاقتصادي في العالم تعالوا نتابع معكم مرة ثانية تفضلوا بقول تاني لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في مصر من فضلكم ما نضعوش وقت تاني وما نضعش وقت تاني وأي مشروع من اللي إحنا بنتكلم فيه ده فرص نجاحه مش بقول إن أنا بقول إنها نجحة بقول البيانات اللي عندنا وحجم الاستراض اللي إحنا بنستورده هو دراسة الجدوة ليه فلو كانت خامتها موجودة في مصر يبقى يعني المشوار كله خلصا مش هنجيب حاجة من بره يعني الوسائل شريف لما حكى قال إن جزء بتعمل في أمريكا وجزء في دولة تانية وجزء بينتج في حتة تالتة وإحنا عندنا الخام اللي ممكن يطلع من مصر وتتعمل كل المراحل في مكان واحد بكل ما تعني ذلك من تقليل التكلفة يعني فبقول تاني للمستثمرين والغرف الصناعة اللي موجودة ووزير قطاع الأعمال ووزير التجارة والصناعة والحكومة ولينا كلنا بنضيع شوقت تاني أكتر من كده